عندنا التهاب قولون تقروحي عايز عالبه عندنا وصفين خمس حاجات الخمس حاجات دل هم ايه عد معي حاجة اسمها بزر قطونة وحلبة مطحونة وعرقسوس وصمغ عربي وراويند وممكن نحط عليهم مر بنطحن دول كميات متساوية تاني صمغ عربي بزر قطونة عرقسوس وحلبة مطحونة ومر بطار نحط دول كميات متساوية نطحنهم نحطهم عندنا معلقة منهم على كوباية زبادي بلدي او لاب الرايب او شوية مية هتخدها ثلاث مرات في اليوم بيلحم القولون تماما لو القولون بيجيب دم من تحته وصديد بنعمل لحونة شراجية لحونة شراجية عبارة عن ايه تلت معالق بون سادة ست كوبات مية سخنة بنعملها الصبح وليه مدام فيه دم وصديد بينزل من الشراج بنعمل لحونة شراجية الصبح وبالليل لغاية ما قولون ايه يلحم من فوق بناخد ايه ها بزر قطونة عرقسوس صمغ عربي ها حلبة مطحونة مر بطار نحطهم على بعض لو معهم امساك احط عليهم سنمكي مثلا او رويند احط دول واتحنهم بكميات متساوية باخد منهم معلقة على كوبات زبادية اولاب الرابع او شوية مية صبح ظهر ليه سهلا القولون بيلحم القولون التقرحي حتى لو عنده سرطان في القولون حتى لو عنده سرطان في القولون يعني جالي ناس عندها سرطان القولون على اجتهب ده سرطان القولون على اجتهب ايه بعصير الخضرات الخمسة او مشروب او مبشور قلتلكوا على عصير الخضرات الخمسة جزر مبشور بصل مبشور بقدونس اخدر كرفس اخدر جرجير او فجر خمس خضرات بتتضرب في الخلاط بكميات متساوية يشرب منها عصير طازج او مش عارف تشرب عصير اعملوا ايه نعملوا مبشور خلاص بمقدار كوباية كبيرة صبح ظهر ليل ده بيلحم قرح القولون ويعالج سرطان القولون ايه النظرية النظرية اللي انا اشتغلت عليها سنة تسعين لغاية ستة وتسعين ما خدت الدكتوران ان المواد الخضرة الفايتوسيرابي بينشط اللي هو الفريش الخضروات الطازجة ما تكونش مركونا في التلاجة الخضروات الطازجة تنشط ما يسمى بالاندونيوكليز انزايمز هذه الانزيمات تقتل الخلاة السرطانية وتساعد الغشاء المخاطئ على اللحام والتجدد